الله أكبر ولله الحمد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد سبحان الله والحمد لله و لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر والله الحمد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر والله الحمد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر والله الحمد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر ولله الحمد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والحمد لله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ولله الحمد سبحان الله والحمد لله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر والله الحمد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر والله أكبر ولله الحمد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر والله الحمد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد سبحان الله والحمد لله والنا إلا الله والنا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد سبحان الله والحمد لله و لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر و لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله و لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر و لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله و لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله و لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله و لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله و لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله و لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله و لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله و لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله و لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله و لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله و لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله و لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله و لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله و لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله و لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله و لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله و لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله و لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله و لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر و لله الحمد سبحان الله والحمد لله و لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر و لله الحمد سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر و للا إله سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر والله الحمد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر والله الحمد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر والله الحمد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 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 الله أكبر الله أكبر ولله الحمد سبهنا الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد مركب الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تأخرنا بعض الدقائق نتتحرق الأخبار نتتحرق الأخبار الزرق الأخبار لتأخرنا بعض الدقائق لتجعلق الأخبار الأخبار على رباء السلام عليكم السلام عليكم شكرا الله أكبر 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما إن دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبل السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزر إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أمين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر اشتركوا في القناة السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مُذِلَّ له ومن يُذْلِل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه نشهد أنه أدَّى الأمانة وبلَّغ الرسالة ونسع الأمة وكشف الغمَّة وتركنا على المحجَّة البيضاء ليلُها كنهارها لا يزيغوا عنها إلا هالك إخوة الإيمان أُسِكُمْ وَنَفْسِيَا بِتَقْوَى اللَّهِ وَتَزَوَّدُوْ فَإِنَّ خَيْرَزَّادِ تَقْوَى وَتَّقُونِيَا أُولِي الْأَلْبَاب En ce jour de Eid, on adresse notre louange à Allah de nous donner cette chance encore une fois pour célébrer la fête d'un grand Eid et ce grand Eid, il nous rappelle une magnifique histoire que les musulmans ont en tant qu'héritiers légitimes vous êtes les héritiers légitimes du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, Ibrahim alayhi salam ستستوى إن هذا العيد يُذَكِّرُنا بقصة إبراهيم عليه السلام تلك المحنة وتلك الإبتلاء الذي حلَّ بإبراهيم عليه السلام Sky nhân وشاغة ان Canadians وضغم loose يُذَكَانَ وَبُتَـَا إِبْرَابِيِّكَ وَبَالَالَخُانَ يُذَكِقِольно أُبرَّzzo أُبَالِبَالَيْهِسَابِوَى رَيُسْهُنا وَالَقَا إِبْرَهِمْهِمْهِهِثُرِذِهِوَانَ وَمَآدَا إِبْرَوَإِبْهِيمَةِ We must look at sonoro Mitory أَم원이 اُبْتِيمني ويجب أن أخذها لكفعله إلى مدفع الله ، فقط من جميع الله سبحانه وتعالى ، وقفه ، أنه بإبراهيم سلسلم يسمى الذي نهضرهمه مقبله هو الذي الذي يسمى كم المسلمين من قبله وقفه ، الذي نهضره لهذا نام هو الذي سماكم المسلمين من قبل نعم خوة الإيمان الله سبحانه وتعالى أراد أن يمتحن إبراهيم عليه السلام في عقيدته وفي إيمانه حيث ابتلاه بهذا الابتلاء كيف يكون هذا الابتلاء وإبراهيم عليه السلام يرى في المنام أنه يذبح ابنه الوحيد الذي انتظره وتمنى أن تكون له أولاد ولما أعطاه الله سبحانه وتعالى هذا الولد ابتلاه الله سبحانه وتعالى هذا الابتلاء العظيم أن يذبح ابنه الوحيد أعطاه الله سبحانه وتعالى alors qu'il a attendu plusieurs années et il l'a eu à un âge très avancé mais l'ordre d'Allah سبحانه وتعالى a voulu qu'il égorge son fils et Allah سبحانه وتعالى il veut voir ce sacrifice est-ce qu'il peut sacrifier son fils pour Allah سبحانه وتعالى son fils il va l'égorger tu peux égorger ton fils tu peux égorger ta fille qui a le courage d'aller exécuter cette ordre mais siidna Ibrahim لما جاءه هذا الأمر من عند الله سبحانه وتعالى فما كان موقفه كان موقفه أن يلبي هذا النداء فأخذ ابنه وبدأ في عملية الذبح عملية الذبح أراد أن يذبح ابنه ولكن الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات لقد سدق ترؤيا يا إبراهيم يا إبراهيم لقد سدق ترؤيا tu as obéi aux ordres et tu as obéi à ce songe à ce rêve que tu es arrivé dans ton sommeil que tu es allé égurger ton fils هل نحن نضحي الله سبحانه وتعالى طلب مننا الصلاة هل نضحي بوقت للصلاة طلب مننا أن نساعد المحتاجين هل استطعنا أن نضحي بوقتنا وبأموالنا للمحتاجين الله سبحانه وتعالى طلب مننا أن نزور المرد هل دحينا بأوقاتنا لزيارة المرأة إبراهيم عليه السلام يوضحي بابنه الوحيد يفهر اللهم سبحانه وتعالى بالحضور لكن الله الله تعالى il savait que سيدنا إبراهيم et سيدنا إسمايل tous les deux étaient des prophètes pour vous dire même سيدنا إسمايل lorsqu'il a reçu cet ordre il n'a pas hésité فعل ما تؤمر فعل ما تؤمر استخدم موعة متابعة من أعطاقك لكبير sureت. استخدم مدانيك هكذا ينقرين لكي أشكرهم في قلق تجعلهم في حيث تأتي ونحط المعد. تجادي وفقبت 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 فقبت بينماً بين و الأنساء و بطريقة كانت صغيرة لا يوجد قصة ويجاور لنا ويجاورنا يجب أن نخطط لنا كم يجب أن نخطط من هذه الصحرة من الإبراهيم مع إبنه إسماعيل إبراهيم عليه السلام بعد cette épreuve du sacrifice إبراهيم عليه السلام et son fils ils revinrent à la Mecque où ils construisirent la Kaaba sur l'emplacement de l'antique maison إبراهيم plaça la pierre noire dans l'angle principal de la construction qu'un point de départ des tournées rituelles l'âme tchouft trough le tawaf le hajar al-aswad men bana ou Ibrahim عليه السلام avec Ibn Ismail عليه السلام Ibrahim institua ainsi la visite annuelle à la Kaaba qui s'appelle le hajj c'est dans cette lignée historique pleine d'épreuves que le hajj nous fait remonter cette histoire lorsqu'un hajj un pèlerin il va là-bas il va revoir toute l'histoire de Sayyidna Ibrahim alayhi salam dans la lignée de hajjur aussi et de son instinct maternel pour sauver son enfant qui avait soif elle ne trouvait pas d'eau elle était en train d'irrer d'aller des va-et-vient entre As-Safa et les mursalines et la sonnette Ibrahim alayhi salam qui a eu l'Islam nous recommande fortement le jour de l'Eid si on a les moyens de suivre la tradition d'Ibrahim alayhi salam et de sacrifier une bête saine qui n'a aucune maladie ce geste a plusieurs buts suivre les enseignements du prophète sallallahu alayhi salam et se montrer obéissant à Allah sallallahu alayhi salam le prophète sallallahu alayhi salam l'homme n'accomplit pas une action plus agréable à Allah sallallahu alayhi salam le jour de l'Eid que celle d'offrir un sacrifice le jour de la réjection l'offrande viendra intacte avec corne sabots et laine le sang qui en coule est estimé par Allah sallallahu alayhi salam avant même qu'il nous touche le sol cette goutte de sang que tu vas couler avant qu'elle touche le sol Allah sallallahu alayhi salam il lui donnera sa valeur parce que tu as eu l'intention d'immoler une bête pour satisfaire Allah sallallahu alayhi salam c'est une offrande que tu fais pour Allah sallallahu alayhi salam tu ne la fais pas pour te rapprocher de quelqu'un ou bien pour offrir à un pauvre parce que tu veux te rapprocher de lui ou te rapprocher d'un voisin non tu veux te rapprocher d'Allah sallallahu alayhi salam aussi le musulman il doit se montrer généreux et partagé avec les nécessiteux les pauvres les amis et les voisins car ces jours là le jour de l'Eid et plus ces trois jours qui suivent ce ne sont que des jours de fête et de manger et de boire et vous savez mes frères et mes sœurs que ce jour de Eid il vient après une grande adoration c'est comme le Eid du Fetar il vient après une grande adoration qui est le Ramadan là il vient après une grande adoration qui est le Hajj qui est le cinquième pilier de notre dîn Aقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم بكل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وكفاه والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليم كثيرا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا Ces jours sont des jours de pardon sont des jours d'unité sont des jours de fraternité Le Eid est un jour de joie est un jour de pardon Le musulman doit se montrer généreux avec les siens Nous devons tout faire pour que nos Eid soient vraiment vécus comme des grandes fêtes des vraies des vraies fêtes nos enfants doivent sentir le bonheur et la joie de la fête pour montrer leur joie et leur reconnaissance envers Allah les musulmans font des takbir du jour du Arafat jusqu'au dernier jour du Tashrik c'est à dire hier aujourd'hui et les trois jours qui suivent on doit faire des takbir Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar et tout le temps on fait des takbir qu'Allah est grand pendant ces jours de fêtes parce que c'est les jours qui s'appellent يوم القر يوم النهر و يوم القر يوم القر هو بعد العيد كذلك الوخوة في الدين لا بد أن نكون إخوة في الدين إِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَة la fraternité entre les musulmans est un devoir le prophète sallallahu alaihi wa sallam dit vous n'entrerez pas au paradis avant de croire et vous ne croirez pas vraiment aussi longtemps que vous ne vous aimerez pas réellement voulez-vous que je vous indique une chose qui vous permettrait de vous aimer sincèrement le prophète sallallahu alaihi wa sallam lui propose à ses compagnons une formule un conseil pour qu'il s'aime entre eux alors qu'est-ce qu'il dit propager le salam assalamu alaikum le fait de dire assalam tu as apaisé la rancune de ton frère tu as apaisé les esprits qui est-ce qu'il dit هذا الأخ أو هذه الأخت أو هذا الإبن أو هذا الأخ في الدم أو هذا الأب أو هذه الأم بفضل هذا السلام فبفضل هذا السلام تكون هذه المحبة فإذا أردت أن تحب الناس فافشوا السلام بينكم افشوا السلام افشاء السلام إخوة الإيمان كذلك لابد أن ننسى في هذا اليوم الضغينة والحقد وكل هذه المسائل التي فرقت الجماعات وفرقت العائلات وفرقت الأبناء والأولياء لابد أن ننسى كل هذا في هذا اليوم وخاصة يوم العيد نسى من و謝謝 ون بد devices نسى من لإسارة نسى من محسورنا نسى من ثم نسى Scale نسى من دخل interesting نسى من خائر نسى لابد ومن فجعر نسى من يمنى لنا لانουμε لان mogلي دقت conseل ألعب للتحديد لت تعليق، لن تتعجبك، نحن لن يتعجبك، نحن نتعجبك، نحن لم نتحجب الله وسط نهجب الله سبحانه وتعالى واحدة. غير حاول مختلفة لأسدينة، لأسدين لا يزحيل للقوير. كل خلال حاجاتك مع المر gustة يمكسون. فقط ، إذاً ، ينبع فى مشاهدته. فهسب إليه وضح انا في نساء طيب سيد. لن يدفع الفترة للقوير. فرايا ، لتي طيبة. والقوير أيضًا. لن يدفع الله تعالى فى ما الله ظهر الله. فرياتي وينهائي المسلمين هل كما فيها إذا كن أين يطللل كل هذا الناس يطللل سيلا يطللل كل هذا الناس يوم كل هذا الناس يطللل إسم للمؤمنين كما أسأل الجسد الواحد إذا أشتكا منه عزوون عزوحد ما يجعلنيه اخيره كامل trouvé كامل ثابت رائعه إذا كان موجود بك يجعله احب إضافة من وضعه فإن طريق من شخص سيعمل جالب من شخص سيعمل فإن طريق سيعمل مجزولة يجعله من شخص إحب إذا كنت في مكانك عليك أيها pens طريق يجعله سيجعله يجعله سيجعله تبقى طلاب وطلاب وثقف لديك هذا لا يبدو كفل أن يكون مخططط الماضي لا يوجد دبيعياناً لديه يوجد كمه بالتجارية نحن نحن أشاريع لا يوجد رخياني حيث ينار من ي Pageل ويأتي سيكون رحلة يجب إليك لكن سيشد تخلص الأنعياني وخهر يرى أن 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 يكون سيدي إبراهيم متع ville هذه العapوة انه رهو رحل إبراهيم إذا كنت ذاهبت يطرق لها ويله بعضية أجد أجد تجد أجد تجد يزدد ومنطل أن فيها تجد اجد على سبيلها الجميل تجد فيها أنه يمكنك أن نذهب كل إبراهيم مناسب لك الممكن لو كنت من قليل يعمل على المنزل، كنت وقوم's علىциل de cette épreuve on ne peut pas dire que je suis seul je suis solitaire vous êtes avec vos frères vous êtes avec vos soeurs si vous avez un problème consultez vos frères consultez vos soeurs pour qu'ils vous soutiennent dans les moments difficiles إن الله وملایکاته يصارلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلما اللهم سللي على سيدنا محمدنا عبدك وراسولك النبي الأممي وعلى آله وصحبه وسلم تسهم كثيرا عدد ما أحاط به علمك وخطه قلمك وأحصاه كتابك وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إن أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والفوز بالجنة والنجاة من النار لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا ظالا إلا هديته ولا ظالا إلا هديته ولا أسيرا إلا أطلقت صراحة ولا مريضا إلا شفيته وعافيته ولا ميتا إلا رحمته ولا ميتا من موت المسلمين إلا رحمته يا رب العالمين اللهم نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة اللهم نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة اللهم استرنا فوق الأرض واسترنا تحت الأرض واسترنا يوم العرض عليك يا رب العالمين اللهم اشفي جميع مرضى المسلمين اللهم اشفي جميع مرضى المسلمين يا رب العالمين اللهم اشفي وانت شافي لا شفاء إلا شفاءك شفاءً لا يغادر سقما يا رب العالمين اللهم اشفي كل المرضى يا رب العالمين الذين جاءوا يشكون لنا بمرضهم فالله سبحانه وتعالى يشفيهم واللهم مرحم موت كل المسلمين اللهم مرحم موت كل المسلمين اللهم مرحم موت كل المسلمين يا رب العالمين اللهم اعفو عنا اللهم اعفو عنا اللهم اردنا إلى دينك رد جميلة اللهم رُدَّنا إلى دينك ردًا جميلًا اللهم رُدَّ شباب المسلمين إلى دينك ردًا جميلًا اللهم رُدَّ شباب المسلمين إلى دينك ردًا جميلًا اللهم أحفظ جميع المسلمين اللهم أحفظ جميع المسلمين اللهم أنصر من نصر الدين اللهم أنصر من نصر الدين واخذُل من خذل الإسلام والمسلمين وتقبل الله منا ومنكم وعيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير وتقبل الله منا ومينكم صالح الأعمال السلام عليكم اشتركوا في القناة